اللهم ارحمنا بمحمد وآل محمد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي ابن رسولة صلى الله عليك يا مولاي ابا عبد الله قريب يا مظلوم كربلا مذبوح من القفا مسلوب العمامة والردة روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفدة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة رحلوا وما رحلوا أهيل ودادي إلا بحسن تصبري وفادي وسرت بقلب المستهام ركابه تعلو به جبلا وتهبط وآدي يا داير أين مضى ذوكي أما لهم بعد الترحل عنك يوم معادي تبا لها من أمة لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجادي قد شتتوهم بين مقتول ومأسور ومن حورين بسيف عنادي هذا بسامرة وذاك بكربلة وبطوس ذاك وذاك في بغدا يوم معادي منهم بسامرة ومنهم في خراسان ومنهم برض طيبية ومنهم برض كفان وعظم مصيبة مصيبة المذبوح عطشان لحسين وين الذي واسيني على أحد هي أبو صالح جزاك العتب والأوم تظل صابر على أخذ الثار لليوم يا هل منها لك ما راح مظلوم يوم أذبوح يوم أجدول بالسم عجب كل العجب منك يا محجوب ما تنهض تجيم عليها لحروب نسيت لي سباها وقطعت دروب يا نازي الظلع لما انتهشم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبي ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاتر حتى زرتم المقابر آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم عطر المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد الآية الكريمة تذكر الإنسان بأنه يتغافل ويتفاخر بحطام الدنيا هذه الدنيا دار زوال هذه الدنيا دار ممر هذه الدنيا يعبر عنها الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل التحية وأسكى السلام يقول الدنيا دار ممر والآخر دار المقر فخذوا من ممركم إلى مقركم وما نسب إليه يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل الموت يأتي بقتة والقبر صندوق العمل اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل فإذ من هذا التفاخر والتباهي بفتاة الدنيا هذه الدنيا الزائلة التي قال عنها أمير المؤمنين يا دنيا طلقتك بالثلاث لماذا يا علي قال لأن عيشك حقير وعمرك قصير وخطرك كبير هذه السمرات المفاخرة واحد عنده مواهب يفتخر بها ماك بضير فد عبطرية فد علم فد شيء ينفع الناس حتى القرآن شرع ذلك كالحادثة المشهورة التي مر على مسامعكم عندما جاء أمير المؤمنين ورأى شيبة والعباس بن عبد المطلب عليه السلام يتفاخران شيبة يقل له أنا عندي سدانة الكعبة مفاتيح الكعبة وعمارة المسجد العباسي يقل له أنا عندي سقايا الحاج أمير المؤمنين عليه السلام شوف هنا هذا التفاخر جائز هكذا مجال جائز أمير المؤمنين قال عليه السلام وأنا ضربت خراطيم الكفر حتى آمنوا فنزلت الآية أجعلتم سقايا الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله فهنانا التفاخر وحق أمير المؤمنين لو افتخر يأتي هذا اليهودي هاي سمعت الرواية أنا من مرجعين بهاتين وإلا صمتها مباشرة الرواية عندما تسمحها من عالم العالم من غربلها يعني بعد ما ترجع وراه إنه تسأل عن السند وتسأل عن كذا دخل يهودي يسأل أمير المؤمنين ونحن أصحاب الدليل أينما ماله نميل نحن أصحاب النصوص عليكم السلام أينما ماله نغوص جاء هذا اليهودي يسأل أمير المؤمنين قال من الأفضل أنت أم آدم عليه السلام قال بل أنا قال وكيف أنت أفضل من آدم وآدم أبو البشر قال لأن القرآن يصرح بذلك وعصى آدم ربه فغوى وأنا لم أعص الله طرفة عين قال من الأفضل أنت أم إبراهيم عليه السلام قال بل أنا قال وكيف أنت أفضل من إبراهيم وإبراهيم وإبراهيم أبو الأنبياء قال لأن الله عز وجل خاطبه إبراهيم قال رب أرني كيف تحيل موته وأنا لو ثنيت لي الوسادة مزددت يقينه من الأفضل من الأفضل أنت أم موسى عليه السلام وموسى كريم الله قال بل أنا أفضل قال وكيف أنت أفضل من موسى وموسى كريم الله قال لأن الله عندما أمره أن يقاتل فرعون قال ربي إني أخشى فرعون وقومه وأنا بدت على فراش النبي وأعلم إني أقتل ولكن قلت أو تسلم يا رسول الله وبسلامة من ديني قال نعم قال إذن لا أبالي سواء وقعت على الموت أو وقع الموت علي من الأفضل أنت أم عيسى عليه السلام قال بل أنا قال وكيف أنت أفضل من عيسى وعيسى روح الله قال لأن مريم عندما جاءت إلى بيت المقدس وإذا بالنداء يا مريم هذا بيت عبادة وليس بيت ولادة وأنا عندما جاءت أمي فاطمة عليها السلام يقول زيد بن قعنب كنا جلوسا في فناء الكعبة وإذا أقبلت امرأة لها هيبة لها وقار فانشق لها الجدار وسمعتها تقول إلهي بحق هذا البيت ومن بناه إلا ما سهلت علي الولادة فانشق لها الجدار لذلك عبد الباقي العمري يقول أنت العلي الذي فوق العلا رفعه ببطن مكة وسط البيت إذ وضعه سمتك أمك بنت الليث حيدارة أكرم بلبوة ليث أنجبت سوعا قال من الأفضل أنت أم محمد قال ويحك أنا عبد من عبيد محمد لذلك هذا العالم الفيلسوف الخواج نصير الدين الطوسي يقول لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي وصام ما صام صوام بلا ضجر وقام ما قام قوام بلا كسل وحج ما حج من فرض ومن سنني وطاف ما طاف حاف غير منتعلي يكسو اليتام بالديباج كلهم ويطعم الفقراء البر بالعسل وعاش في الناس آلافا مؤلفة عار من الذنب معصوما من الزلل وطار للجو لا يوي إلى أحد وغاص في البحر مؤمونا من البلل ما كان عند الله في الحشر منتفعا إلا بحب أمير المؤمنين علي الله صلى الله عليه محمد الله فعندما يفتخر أمير المؤمنين من حق يفتخر كيف لا يفتخر وقد تغذى من ثدي الإيمان وتربى في حجر الإسلام ألهاكم التكاثر هذه الآية تذكر الإنسان لذلك تذكر بيمن تقل له أنت مصيرك وين آخر المطاف وين تروح آخر المطاف أنت تموت هذا واقعنا الذي نرضخ أنه لازم بعد نسلم أمرنا لذلك النبي صلى الله عليه وآله جالس ذات يوم في المسجد دروس بجنبه سلمان المحمدي رضوان الله عليه وبالجنب الآخر علي بن أبي طالب عليه السلام التفت النبي إلى سلمان قال سلمان ما أملك في الحياة قال يا رسول الله أصبح لا أمسي وأمسي لا أصبح فتبسم أمير المؤمنين قال سلمان أملك طويل في الحياة ما تقصد يا أبا الحسن قال أملي بالحياة بأن نفسي يصعد لا ينزل وينزل لا يصعد فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وقال إن أملكم طويل في الحياة ما تقصد يا رسول الله قال أملي بالحياة طرفة عين لا تأمن الموت في لحظ ولا نفسي ولو تحصنت بالحجاب والحرس واعلم بأن سهام الموت قاصدة لكل محرس مننا ومترس يقل ما بال دينك ترضى أن تدنسه وثوب لبسك مغسول من الدنس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس خلصانة وحقك الرواية تقول ينزل ملك كل ليلة أخواني أعماركم طويل إن شاء الله والصفح والعافية ينزل ملك كل ليلة ينادي يا أبناء العشرين جدوا واجتهدوا حس وقت طاقتكم الشباب لا ضد كلتهي بهالأمور اللي ما أنزل الله بهم السلطان هذه مواقع التواصل الاجتماع اللي ما شاء الله يضل عند استعداد أولادنا وبناتنا من الليل حتى الصباح ويا أبناء الثلاثين لا تغرنكم الحياة الدنيا هذه الدنيا دار غرور دار زوال متقلبة بأهلها من حال إلى حال ويا أبناء الأربعين ما أعددتم للقاء ربكم شينو العدينا أنا وأنت غير القال والقيل وذاك طويل وذاك عارض وذاك كده ويا أبناء الخمسين أتاكم النذير النذير الشيب الأبيض حتى ولو تصبغ بعد أنت ما يكفد أي نعم ويا أبناء الخمسين أتاكم النذير ويا أبناء الستين زرع آن حصاده ويا أبناء السبعين دعيتم فأجيبوا ويا أبناء الثمانين أتتكم الساعة وأنتم غافلون أهل الدنيا كركب أخواني يسار بهم وهم نيام إذا ماتوا انتبهوا بعد وين لا تجزعن من الهزال فلربما ذبح السمين وعوفي المهزول واجعل فؤادك للتواضع منزلا إن التواضع للشريف جميل وإذا وليت أمور قوم ليلة فاعلم إنك بعدها مسؤول وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم إنك بعدها هذا كله بن أنثى وإن طال السلامته يوما على آلة الحدباء محمول سبب نزول الآية شوف العقلية اللي جاء بها النبي وجابه هؤلاء يعني ساعد الله قلب النبي صلى الله عليه وآله اللي هكذا يفكرون مجتمع جاهلي مجتمع متعجرف شاعرهم يقول بغاة ظالمون وما ظلمنا ولكن سنبدأ ظالمين إذا بلغ الفطام لنا صبيا تخر له الجبابرة ساجدين هذا منطقهم منطق العجرفة منطق القوة شاعر آخر في الجاهلية يقول إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يرجى الفتى كي ما يضر وينفع إذا ما بك نفع ضر حتى تتميج بالمجتمع فسبب نزول الآية شنو في طبعا روايتين ورأيا أيضا أنه في مكة وفي المدينة القبائل يتفاخرون فيما بينهم مثل هذه القبيلة قالت إحنا عندنا مئة ألف نفر القبيلة الأخرى عوزت شوية قال لهم إحنا هم عندنا عدد يابا وين عددكم قال لهم تعالوا للمقبرة هذا هاي أبي العمي هذا من خالي هذا من كذا هاي من عشيرتي هاي عشرتنا هاي إحنا شوف العقول يتفاخرون حتى في القبور إحنا عشرتنا أكثر منكم شوف الموتة لعدنا هاي كلها هذا كل القاطع عندنا عجيب فنزلت الآية ألهاكم التكاثر وصلت بكم الحالة تتفاخرون حتى في قبور موتاكم الله أكبر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى من تزرون المقابر هذا رأي رأي ثاني يقول لا هؤلاء هؤلاء يتفاخرون بالمال والأولاد هو يعني فالشيء طبيعي إنه واحد يفتخر بأمواله بماله لكن المال والأولاد سلاح ذو حدياً المال والأولاد سلاح ذو حدياً يا أما تستعملهم وبطرق خير منفعة الناس منفعة المجتمع يا أما لا الضر بها الناس هذا فسلاح ذو حدياً في القرآن يقول لا تتفاخرون بالمال ولا بالأولاد ما ححد ينفعكم هذا اليوم لا ينفع فيه لا مال ولا بن وين في القبر لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول القبر أما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران فالإنسان العاقل المفكر يجب أن يعد العدة لذلك اليوم الذي لا ينفع فيه لا مال ولا بنون لذلك لقمان الحكيم رضوان الله عليه يوصي ابنه والوصية إلي وإلكم يقل له بني أنا خدمت الأنبياء فاخترت منهم ثمان إذا حضرت إلى الصلاة فاحضر قلبك مو كل الأمور ناسية تتذكرها بالصلاة الشوش أفكارك لا شوية فرغ نفسك من الدنيا طلق هذه الدنيا ابتعد عن زخارة في الدنيا إذا حضرت إلى الصلاة فاحضر قلبك وإذا حضرت بين الناس فاحفظ لسانك هذا اللسان انتبه من عنده أنه ثعبان وإذا حضرت على المائدة فاحفظ فمك وإذا حضرت في دار الغير فاحفظ عينيك بني هنا الشاهد إخواني عليكم السلام تذكر اثنين وإنسى اثنين تذكر الله والموت وإنسى إحسانك للغير وإساءة الغير في حقك هؤلاء يقفون يرهيهم الهوى والدنيا وحب الدنيا وحب الجاء وحب المال وحب الأولاد من يجون ينصدمون أنه هذا مصير نه ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر عندما تأتون إلى القبور تنصدمون تقولون هذا مصيرنا بعد نحن كل نحن بعد هذا المطاف والتعب والجهد ومصيري أنا تحت التراب هذا مصير الإنسان لكن أكو قبور مرات واحد يأخذ العظة والعبرة من عدها وأكو قبور لا مو فقط العظة والعبرة لا يقتدي بها قبور العظماء شوف كل العوالم وكل المدن المتقدمة تفتخر بعظمائها تفتخر بعلمائها تفتخر بشهدائها حتى أكو نصب الجند المجهول ليش فدرمز للقدسية فلذلك أنه زيارة القبور هل هي مشروعة أم غير مشروعة زيارة القبور مشروعة عن أكثر المذاهب إلا ما ندر إلا من شذ عن المذاهب وكل المذاهب تقر بزيارة القبور يعني عدنا كثير من القبور أبو حنيفة عبدالقاد القيلاني ما شابه ذلك ناس يزورهم أكثر المذاهب إلا المتشدد المتطرف يقول لا أنا عندي زيارة القبور معصية شرك فهذا ما يعنينا احنا كل من رأيه لكن أنا أشوف الروايات من النبي صلى الله عليه وآله وحتى آخر إمام يحثنا على زيارة القبور ونحن نعيش ذكرى هذه الذكرى الأليمة تهديم قبور الأئمة العظماء الحسن المشتبى ريحانة الرسول سيد شبابي أهل الجنة الإمام زين العابدين الإمام الباقر الإمام الصادق وكثير من الصحابة دفنوا في ذلك المكان الطاهر ذاك المكان الذي زاره النبي كثيرا زار أرض البقي زار شهداء أحود وما جاءكم النبي فخذوا به قدوتنا النبي صلى الله عليه وآله قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة لذلك تجد الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت قد تواترت في زيارة القبور وزيارة الأئمة عليهم السلام هذا الإمام الصادق عليه السلام عندما جاءه هارون بن خارج التفت إليه قال كم حججت قال تسعة عشر حجة قال وكم اعتمرت قال تسعة عشر عمره قال لو أتممتها بالعشرين لأصبحتك من زار جد الحسين بعد رواية أخرى أيضاً عن الإمام الصادق عليه السلام استقبلوا رجال الله بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد حياكم الله يحفظكم إن شاء الله الإمام الصادق عليه السلام تدخل عليه أم سعيد امرأة من الموالين قالت يا ابن رسول الله وكانت مناسبة زيارة الحسين عليه السلام يا ابن رسول الله ما ثواب من زار جدك الحسين قال له حج وعمره ذكي يوم سعيد قالت يا ابن رسول الله ومن زاره سيراً على الأقدام قال أعلمي يا أم سعيد له في كل خطوة حسنة ويمحو عنه سيئة ويرفع له درجة صلوا على محمد يدخل عليه سدير من أهل العراق التفت للإمام وقال سدير كم مرة تزور الحسين أفي اليوم خمساً قال لا يا ابن رسول الله قال أفي كل جمعة قال لا يا ابن رسول الله قال أفي كل شهر قال لا يا ابن رسول الله قال ما أجفاكم يا أحد العراق جفاء هذا جفاء فلذلك عندما نزور أئمتنا ماذا نقول كلها إخلاص كلها توحيد كلها عبادة أشهد أنك قد أقمت الصلاة وين الشرك وأقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ولهيت عن المنكار هاي لكن عجيب يا أخي هالغل والحقد ماذا يعني وين يوصل بالإنسان ولا مدرسة أهل البيت مدرسة معتدلة أخواني أول من تكلم عن حقوق الإنسان النبي صلى الله عليه وآله والقرآن يصرح بذلك جايشوشون على أفكار أولادنا وبناتنا بهذا التطرف ما على سف يعني ولا النبي القرآن يصرح بذلك وما أرسلناك إلا رحمة إذن دينا دين رحمة دينا دين مودة دينا دين ألفة دينا دين تعايش دينا دين سلام ما عدنا تفرقة بين فلان وفلان انظروا إلى تلميذ النبي صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب ماذا يقول الخلق صنفان أما أخل لك في الدين أو نظير لك في الخلق هذه رسالتنا رسالة مسالمة تحب التعايش السلمي نعم الهاكم التكاثر حتى زغتم المقابر فلذلك الزيارة مشروع زيارة القبور وبناء القبور أيضا مشروع القرآن يصرح بذلك قال الذين غالبوا على أمرهم لنتخذلنا عليهم مسجدا لذلك شوف تجد بعض الخوارج يأتي إلى النجف يسأل عن علي بن أبي طالب سلام الله عليه مو حبا يريد يشوف وين مصير علي بن أبي طالب فينظر وإذا بالذهب والفضة مكوم على أعتاب علي بن أبي طالب غاضه هذا الشيء قال هذا قبر علي لياكل خبز شعيره ملح فذهب إلى الشام يسأل عن قبر معاوية وإذا محمد مجذوب الشاعر يكتب أبا يزيد أين القصور وزهوها والصافنات ولهوها والسعدد هذا مقامك لو نظرت لبؤسه لسال مدمعك المصير الأسود كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب به فراحة يعربد يقل لكم وارمق النجف الشريف بمقدة يرتد طرفك وهو باك أرمد تلك العظام أعز ربك قدرها وتكاد لو لا خوف ربك لو لا خوف ربك تعبد صلى على محمدك لكن بعد هذا الحقد الدفين لبعض المتشددين مع الأسف تنظر إلى تلك القبور وإذا بحجارة تدر أنت التاريخ أنه الإمام الحسن كان قبة تناطح السماع معلواً وارتفاعاً لمن القبور الدارسات بطيبة عفت لها يد الشقاء آثاراً قل للذي أفتى بهد بقبورهم أن سوف تصلى في القيامة ناراً أعلمت أي مراقب هدمتها هي لا تزال للملائك مزاراً مزاراً نعم ولكن ألقوهم أبناء ألقوهم تالله ما أكربل لولا السقيف والأحياء تدري ولولا النار ما الحطب سيدي كف بها أمك الزهراء قد ضربوا هي التي بها أختك الحوراء قد سلبوا نفس الأيدي اللي امتدت على بيت فاطمة عليه السلام هي نفس الأيدي اللي امتدت على خيام الحسين يفترن خوات حسياً من خام لعد خام وكل خام اتشب النار رداً ضرباً الهام الله أكبر ساعد الله قلب الحوراء زينب تنظر إلى أخيها الحسين تقل لحسياً احسياً خويا طولت النوم اشلو نجي لك والطرق ملزوم احسياً خويا حيرتني طاحتك اشلو نجيك اشلو نعوفاً عالتك قطعت قلبي أخويا والنتالك اشلو نجيكاً من عدرب الحوم احسياً خويا لقدم نار موجرة وكم طفل أجمع وكم مخدرة سلبوها الحرم ياجي دومها احسياً خويا عيالكم عرض الفلاء وانت تدر السقط ما تتحمله شرد شاقف خويا عن العائلة امتوني كلهم دمموا ومالومة زينب احتارت يوم شبوا بالخيام وطلعت ويا هلي تامي صغار ويك صاحة بعال الصوت طايح وين يحسياً خدر انهتك وانت غياث المستغيثين لح قدركنا لا يروعون النساء لما نسمحها قامي تقالله بفوق له او ها ها اه اه ها اه 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 انا لخيت وبنواخ راح صوتي يسمعوني ويغضون خوتي أنا ياريت قبل حسيا موتي ولا شوف العد تحرق بيوتي تمنيت حلم وقعد بحلمي وفي زمن نومتي ولقاك يمي وشبقنك وشمن ريحة أمي بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله تجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك برحمتك يا أرحم الراحمين أخواني دعاء لشفاء المرضى وقضاء الحوائج بارك الله بكم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه 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 ويذكرهم ذاكر رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد